الفيلم دينا كيبدأ مع كلينت الذي يعمل في شركة العقار وكان نرى صيفة ميسا جوكا لمراته جوانا وعلمها بأنهم في العشية سيخرجوا بجوج به وبأنهم سيأتي للدار لكي يتغذروا مع بعضيتهم ولكن كان نرى بأنها تقلقت من الهضراء وقام بغاية تخرج معه وكان نرى كلينت من الذي جاء للدار ووقفته وضعه بلاد البوليس وتبلينا بلاد البوليس الصادق وطلب منه لكي يخرج في العشية ولكن كلينت قال لي انا قدرت مع مراتي جوانا لكي نخرج في العشية ولجب الله ما خرجنا سأنتصل بك لكي نخرجه ومشرب حاله ومن الوصل للدار خرج كلب دياله من ذلك القفص وسمو المراته وسمعت المساجات التي تفتليها لكي يخرجه وقال له جوانا بما هي سمعتهم وبما هي ممثالية اليوم لكي نخرج معه حيث عندها موعد مع الطبيب والتي ستخرج منذ ما تذهب عن صاحب تاماقي وقال ليها كلينت صافي اللي بغيتي وقال ليه اليوم سيخرج مع صاحبه البوليتي باسمه توسام لكي يمشي وصيده الحوت وكانت جوانا تهتم بكلينت وضحك معه من بعد قل ليها كلينت بليج وعنده شي وحدين بغني نشرعه عنده المشروع ديالو بزبلة ديالفلوس ولكن هو ما بغش حين ما غيقدر يخلي الخدمات ديالو في المدينة ويمشي المدينة أخرى وجوانا قل ليه ما عندهم بزف ديالفلوس وبالله هي ما بغش بغت عيش في هذا الدار وبغت ترجع لنيويورك ولكن هو قل ليها بلي بنى هذا الدار على قبلها هي وباشمال يكون عندهم الوليدات يتربى في واحد الجو اللي هو انقي وقال ليه جوانا بليده بدأت زعام ونصه هي كتحاول بش حمل ولكن بلا فايدة وبليه هي كتحسرها بحل شفار المحبوس في هذا الدار وخرجت في حالها من بعد كانت تخرج مع صاحبه سام باش يصيده وبدأ يعود لي على المشاكل اللي كيعيشها مع جوانا وهنا يكن شوفه جواله نمشت عن الطبيب اللي هو العاشق يقضي لها اللي كانت تدوز معه الوقت وقتخون رجلها وهذا الطبيب اسمه كورتلاند وقال ليها بلي كيبغيها بزاف وغايكتب ليها العيادة بسميتها وغادي يعاونها تولي مشهورة بحل الممثلات وباللي بجوج بهم غايعيشوا في واحد الرفاهية بالنسبة للفلوس اللي غايشرو بهم العيادة راحالهم سهل وسهولته كيفاش وقال ليها بلي خرج هذا السم العظم دي الحوت وهذا غايوقف القلب دي رجلها فوقت سير وغاديبان بلي مات بسكتة قلبية وقتا واحد ما غايشك بلي هاددواء هو اللي قتله وقال ليها اعطيلي في المكلة ولا شي حاجة دي الشرب والدواء غايدر المفعول دياله من بعد هي غتورت منه الشركة دياله ولكن ملي كانت غادة في حالها كانت متوترة وقال لي بلي هي خايفة بزاف تدير هذا الشي ولكن كورتلاند حاولي اضطر عليها وقنعها اللي هادشي في مصلحتها باش تهنى منه وملي مشت للدار خوات الساك ديالها وخرجت منه ذلك السم ورمته في طارو وفي الليل كلينت رجع للدار بعد ما جاء مع ذلك الحوت اللي سيط وجاء عندها كلينت وقال ليها بلغة يدخل ذلك لبيت الخزين لكي يقطع الخشب وخدم المنشار الضوف تقطعه وجوانت عصبات من ذلك السداع اللي سمعت وعينيها طاحوا على ذلك الطارو الذي لحت فيه ذلك السم وخرجت تقرع ذلك السم من ثمة أخواتها في الروج ودخل عليها كلينت على أفلة ولكنه مردش لبلدك الشي اللي درت أخذ الكسين بجوج وقلس فقط بالمكلة وقلسوا باش يأكله وكلينت كان يشرب من ذلك الكاس اللي فيه السم وهي كانت تشوف فيه عندما تبقى عقلها الكاس اللي فيه السم وخفت لا تشربه وعلى غفلاد كل الأعراض السم بدأوا يبانوا عليه وكانت تخصح ويتتوجع وطح في الأرض وقال ليها أعتقيني لكنها لم تريد شعونه وقال ليها موت وفعلا كلينت مات ومشت تصلت بالعشاق ديالها كورتلاند وقال لي بلداردك الشي اللي تفقوا عليه وقتلت رجلها وقال ليها برفو عليك ودابت تصلي بالبوليس أو بالطبيب وخلي الباقي عليها ومن اللي جال بوليسي سام قال يتعجب كيف هاش كلينت مات باستكتا قلبية وهو بقي شاب صغير له وجاوجوج ديال أطباء واحد فيهم كان هو كورتلاند اللي قال لسام بللي هذا الشي عادي وبلل الإنسان يقدر يموت بسكتا القلبي أو أخاص غرف السم واحد شوية هو تبليه ديك القرعة ديال السم في الأرض كان خايف بزاف لدك البوليسي يشوفها حين توقف حداها من بعد سام هتر مع الأطباء بجوج وقال ليهم اشنون رأي ديالكم ونشرحوا الجوتة ولكن بجوج بهم قالوا ليه بلي هذا الشي ماشي ضروري حين السبب ديال الموت واضح وباين من بعد سام اعزاجوا ومشاب حلو وجو الإسعاف والدول الجوتة ديال كلينت كلاجة ديال أموت ولغض دول جوتة دياله اللي مشرحها باش يشرحوا قبل الدفن ولكن كورتلاند تصل بالدكتور ديال الطب الشرعي وقال ليه بلي جوانا مرت كلينت ما بغتش تشريح الجوتة ديال راجلها ويا الله كانوا بغني بدأوا فيه هو يدخل عندهم الدكتور ووقفهم وقال ليه بلي مرته ما بغتش باش يشرح وما بغتش بزاف ديال المصري في الدفن دياله وقال ليه اختار أرخص صندوق وفي القنازة جوانا احطت عليه وكانت كتبت اللي هي كتبك وبقى فيها الحال وكان الكليب ديالهم يحبزه على جوانا بحالة اللي عارفة ما هو واقع وفي الليل كان الجو يشتاو الرعد وجوانا والعاشق ديالها كانوا يحتفلوا بدك الشي اللي داره ودك الكلب كان يحبزه وصدعهم وجوانا تعصبات من دك النبيح وخدات واحد القلاطة ومشات باش قتله ودك القرطة ساجلت في القفل وتفتح دك القفص وكانت كتنيش عليه باش قتله ولكن دك الكلب هرب وبقى يجريح توصل المقبرة ومشاكلت هذا القبر ديالكلينت وهنايا ستفاجأوا من اللي سنشوفه كلينت حل عينيه وهذا الشي كاعني بالله هو قعمة مات وباللي دك المفعول ديال السم تحيل وحاول كلينت باش يخرج من تماما وبقى يضرب في دك الصندوق وعنده ازهار بزاف حين جوانا اخترت أرخص صندوق حيث ما بغاش تخسر عليه الفلوس دك الشي علاج قدر يهرسو ضغية وخرج دياله وكان شوفه كلينت يخرج من دك القبر وكان شوفه الكلب من اللي كان خايف منه وهكذا كلينت بقى تمشى وخاوة نعيان حتى وصل للدار ومن اللي طلف الشرجم بنت له مراته جوانا كاتبه سكورتلاند وبقى تسناح تخرج من الدار ومشاهرس الشرجم ديال الكاف وتخبفيه ولغد له جوانا وكانت عند المحامي ديالكلينت وهضر لها المحامي على الأملك ديالكلينت وشحل الفلوس عنده في البنكة وهي قتله باللي بقى تباع شركة دياله بمئة مليون والفلوس يدزل القط دياله في البنكة وهناي كان شوفه كلينت اللي خرج من الكاف وطلع للدار ومشانيشان باش يشرب الماء حيث كان عطشان بزاف وفسحت اللاجة وكله من واحد دجاجة كان تماما ومن اللي شف الشرجم بنت له مراته جاية وهو بطل الكاف باش يخذ القلاطة من تماما ولكن القرطة استحليف الدرج معه كان باقي عيان مقدرش يجمعهم كاملين واخده هادو كله كان احداه طلع من الكاف وكان عوال برشقة الجوانا وهو يبن له البوليسي السام اللي جال عندها وتخبه وسام سب الجوانا وشخصها شي حاجة وبقاك يهضر لها على كلينت وبقاك يشكر لها في كلينت وقال لها بلي هو بد من الزيرو وهو اللي بنها الدار بيديه وقال لها بلي هو اسمع بلي هي بغس بيع هاد الدار وجاوبته جوانا وهي متوترة وقال لها هي حت الدار كبيرة عليها وما نقدرش نعيش فيها بوحدة ومن اللي كان سام خرج في حاله لقى مع الدكتور كونتلاند اللي كان جاي لعندها وقال لها هو الطبيب الخاص لجوانا وسلم عليهم ومشاب حاله ودخلوا بجوج بهم للدار وكلينت لاحظ بلي حت غير واحد القرطة في تلك القلاطة وهو بطلة كاف بيجي برصاص أخرى بيقتلهم بجوج وكلينت كان طالع في الدروج بيقتلهم وسمع كورتلاند من اللي قال لجوانا أخيرا انت حاملة مني وغيت تزاد عندنا وليد وكلينت مني سمعتك الهضرات جرح بزاف وبقى في هالحال وبينا بلي كانت تكون منع الحمل لكي لا تحمل منه وقرر لكي يقتلهم بجوانا حين تجيهم الموت سهلة وبقى يتسنى حتى ناسات جوانا ودخل الحمام ونقرسه ودار الدوليه والغضله في الصباح جاء عند هالناس يشروع عندها الشاركة وتفاهمه وكانت فرحانة بزاف ملي شدات كل الفلوس كاملين هنا نشوفه سام الطبيب الشرعي اللي عرفوا بلي القبر كلينت من بوش والجتة دياله مكينة الشمه وقال لهم سام يجيبوا لي هذا الصندوق ويجعلوا هذا الشيسر بيناتهم وهو اللي سيحقق في الموضوع وجوانا من اللي دخلت الحمام لقى كله مرون وكانت مخلوعة وكانت تسحب لها معها شيسر رقف الدار وصفتت واحد الميساج فوكال لكي يجي عندها ضغية ووضعت للصالون وكانت تهزئ وكانت حديد فيها ولقى الكلب قدامها واللي كان بحب الزاف وكانت تسحب لها هو اللي كان بحب الزاف وكان ذلك الكلب كان بحب الزاف ورجعت اللور وخذت كلها من اللاكاف وعمرتها بالقرطاس لكي تقتل الكلب وعلق في لابان كلينت قدامها وطيرت فيه وتخلعت وطاحت في الدرجة اللاكاف وصخفات وشد عليها كلينت الباب وهنايا كان نرى كلينت موقع له والو عند ذلك القرطاس ماشي ديال بالصح وهو غالي الفرشي ومشى كلينت شدك الشراجم اللاكاف قاملين بالخشب وهنايا كان نرى كورتلاند يخدع وثاني دكسم من ذلك الحوت اللي عنده وده معاه وقبل ما يخرج من الدار اسمع المساجات لالتليفون أول مساج كان من السيد اللي كان عنده الدار اللي قال له بلي هذي 6 شهور ما خلصوش الكرة وهدده إلما خلصوش غد يمشي إشكي به البوليس وهنايا كان عافو بلي ماشي سميته كورتلاند واللي سميته فان ايو وملي وصل عنده الدار بقى كعيط على جوانا وكانت فيه دهدك الشوكة ديالسم وملي دخل بيتها القدم من الباليزة ديالفلوس وخداها وملي دربتها الفيقة سمعت وكعيط عليها وهنايا كلين تفتح الباب دياللاكاف وكورتلاند مليشة في الباب مفتوح دخلت أمه وجوانا كانت مخبية ودربته في الراس وخدت ديك الفاليزة ديالفلوس حين كانت كي تسحب لها باش كورتلاند وملي الغرض دياله في اللوة غير الفلوس وملي طلعت في الدروج مش تهرب لقات كلين تقدمها وكان لابس الماسك فوجه وصد عليها الباب وعرفت باللي ماشي كورتلاند لديها هذه الخلاعة كاملة ومن اللفاق اعتذرت منه وكورتلاند قال لي حشو ما عليك تشكيفية انا كان حماق عليك ونموت عليك ومساعد من حرقات الفلوس كاملة نعلاق بلك وطيقة هضرت وقال ليها مقاوش محبوسين هنا ومشلدك الشر المقيحي ليدك الخشب ولكن لقى الكلب قدامه ورجع اللور حين تخايف منه وهنايا كلينت كي يبدل في الفصالة الدار وكان قلب وعمر عليهم بثاف وبغير انتقم منهم مزيان وجوانا كانت تكشف في الارض وبنتلي هذه الشوكة السم وفي ذلك اللحظة خرجت الشوكة وبغير تخشيها فيه وقال لي انت في الأول كنت غير طامع فيه وبغير غير الفلوس وقال ليها بصراحة انت مكلخة وشتيقتني منه التي قلت لك وجوانا تعصبت منه وهجمت عليه وبغير تقتله بذلك الشوكة واحد شوية هم يشوفوا الباب ديالك وقرروا ان يخرجوا بجوج بهم من ثمة وهو الأول ومن الذي خرجوا من ثمة لقوا الضرط في ثلاث الفصالات وقدر كلينت يسدعهم بالخشاب الذي يصاب وبقوا محبوسين ثمة واحد شوية هم يبليهم باب آخر ومن الذي يدخلوا له فرقهم على بعضيتهم وكورتلاند بليه خيال قدامه ويتسحب ليه وشهادك سام وقال ليه رحنا نقدره ندبره عليك وكلينت لم يجابه وبدأ كورتلاند يقرب لعنده وقال ليه لا يبغطي الفلوس كاملين رهه ماشي مشكلة واحد شوية هم تصدم من اللي شفت كلينت قدام عيني وبذلك الخلعة طاح وذلك الشوكة دخلت فيه وبقى كيغوة تحتمت وجوانا تفتح قدامها واحد الباب وشافت كلينت اللي كان لبس ذلك القناع وبقتك تجري وقدر كلينت يسدع ليها في جميع الاتجاهات حتى والله سمحصره في واحد الصندوق وقال ليها باش نخلك بحل الفار في القفص ونهاية جوانا عرفات بالله هو كلينت سيان على ذلك الصندوق بالمسامر واخوة واحد اللي بيديونا ديال اللي صانت في ذلك البلاسة وشعل اللي العافية في الدار من بعد كلينت سمشا من سماء هو كلب ديالو الوفي اللي يدفن فيها كلينت وقال سمت وقف وهزم على هالبالا فهم الوضعية ديالو مزيان وقال لي ما بقى الشبان هنا فاشتشي واحد ما يعرف باللينت اللي قتلتهم وقال لي كلينت انا صافي غنمشي في حالي الى عجبكم الفيديو وبغيتون ان نستمروا شاركوا في القناة وضيروا لايك بس يوصلكم كل جديد وشكرا